لازم تعرفوا أنه أضرب رئيس جمهورية فرنسا عندها من هو ماكرون ما في مكروه ماكرون ماكروه يعني بيكرهو ما في واحد بيكرهو أكتر من ماكرون انتم ما معنكم الخبر شو عم يصوروا بفرنسا في عنا صورة بفرنسا انتم تنسية هود الجليجون كل الشعب ضده ما في أحدا بيحبه بروجيه كبير للبنان بس ما في واحد من الشعب اللبناني رح يستفيد من هالكونفنشون ساد ما في إلا الشركات اللي رح تعمر بروجيهات اللي يستفيدوا ومين مدير الشركات لأمين بيتابعين هالشركات فكروا شوي مشان هيك ماكرون أول مرة شفته قلتله شو رأيك بالثورة اللبنانية وهال السؤال كانت نهار استقلال لبنان مرد على السؤال مرد على السؤال ما جواب وجوابه هو بس كان انه بـ 2020 رح لعمل حفلة بورلو سنتونير للبنان اللبنان القديم أنا هونيك حضرتها هايدي اسبوعين وشفته صرخت بس هوا عم تسمعوا عالكاميرا بس هوا كان بعيد ما سمع اول مرة ما سمعتاني مرة قلت هايدي ايه خرحاز قلتله يا رئيس يا رئيس في مواطن فرنساوي بدي يسلم عليك ويهنيك تعجب في واحد بيحبني بها البلد مشان هيك ركده اه انت اللي حكيت معي عقصة لبنان قبل شهرين قلتله ايه بس ما كان عندي لحية ومستاش هايدي خليتها لحتى البادي جار طبعه يقولوا هايدي واحد جديد مش هو قلتله قلتله هيك وهيك 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 بوضع لبنان بيكفي مصلحتك شخصية بيقلي اه انا فرنسا مع لبنان قلتله لا فرنسا مش مع لبنان ارتطك المافيا عنده اصحاب بلبنان بيقلي انت حاضر تقابل اللبنانية بفرنسا بيقلي انا عم قابل لبنانية قلتله لا انت عم تقابل كم اصحابك عندك بزنس معهم بس الشعب الشعب اللبناني صوته ما عم يوصل عندك وصوتك ما عم يوصل عنده انت مفروض تسمع الشعب بلشي قللي اي 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 بس قلتلو واحد كذاب شوي مصطول لانه كيف كما اشتوا اجا بس بأكد لون بأكدكن يا شعب هاي دي ما كانت اهور مرة هاي تاني مرة ورح تصير تالت مرة رابع مرة ما بتصدقوني بتشوفوا